موسيقى مشاهدين مشاهداتنا نحييكم جميعا ونرحب بكم في هذا البرنامج الخاص بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش على امتداد عقدين ونصف راكمت المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس مكتسبات ثمينة أسهمت في توصيع علاقاتها في المجتمع الدولي والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة بمقاربة جريئة وطموحة وواضحة بنفس طويل استطاعت الدبلوماسية المغربية بقيادة العاهل المغربية الملك محمد السادس تنويع شراكاتها في اتجاهات مختلفة فقد تعززت الشراكات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخالجي وتمت هيكلة شراكات متجددة مع الصين وروسيا والهند وغيرها أما إفريقيا فشكلت قطب الرحى في رؤية التعاون جنوب جنوب التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس وهو ما تجسد في جولاته العديد في أرجاء القارة حيث تم التوقيع على أكثر من ألف اتفاقية تعاون مع الشركاء الأفارقة وتم إطلاق شراكات طموحة في مجالات الأمن الغذائي والتنمية البشرية والبنيات التحتية مما تتممه راهنا الرؤية الملكية لهيكلة التعاون مع دول إفريقيا الأطلسية والسعي لتمكين دول الساحل من الولوج إلى الأطلسي هذا الحضور الإفريقي تعزز وأخذ مداه منذ العودة المظفرة للمغرب لشغل مقعده في الاتحاد الإفريقي حيث أمكن تحييد هذه المؤسسة من التوظيف المزمن الذي دابت الجزائر على تكريسه في عملها لاستهداف الوحدة الترابية للمملكة أما التحولات التي عرفها النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية فلا تزال تخبر عن حجم الأسبقية والجهد الذي أولاه جلالة الملك محمد السادس لهذه القضية فبفضل هذه الدينامية تتابعت المواقف المؤيدة للمقاربة المغربية منذ تقديم مبادرة الحكم الذاتي بوصفها حلا وحيدا للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وجاء الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية لينصف مسارا شاقا من العمل الطموح من أجل تكريس مغربية الصحراء على المستوى الدولي وللحديث عن الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس يسرنا يكون معنا هنا في الأستوديو الدكتور محمد تجدين الحسيني أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط أهلا بكم أستاذ الدكتور محمد تجدين الحسيني نرحب بك نرحب أيضا بأستاذ الدكتور محمد نشطاوي أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضي عياد بي مراكش وخبير في القضايا الدولية أهلا بكم أهلا بسهلا إذن لو أبدأ معكم دكتور محمد تجدين الحسيني بعد 25 سنة من العمل الدبلوماسي والتحولات التي عرفتها الدبلوماسية المغربية ما العوامل التي استثمرتها الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس في إعادة صياغة أو صياغة منطلقاتها وأيضا بناء هذا النهش علينا أن نلاحظ أولا وقبل كل شيء أن الدبلوماسية المغربية أصبحت منذ تولي جلالة الملك عرش البلاد ترتكز على مجموعة من المبادئ السارية في المجتمع الدولي والتي ستطابق مع شرعة الأمم المتحدة وتقوم على الأخلاق وعلى هذه المبادئ بما فيها حسن الجوار بما فيها السوية المنازعات بالطرق السلمية ومنع اللجوء إلى القوة بما فيها التوجه بالنداء إلى الجيران بأن يقع هناك نوع من التعاون والتأخي وحتى الاندماج اعتبار أن المغرب الكبير هو بمثابة الإطار الحقيقي الذي ينبغي أن ينطمع علاقاتنا مع العالم الخارجي وأكثر من هذا أصبحنا نلاحظ أن الدبلوماسية لم تعد من وجهة نظر العاهل المغربي إن تبقى في مثال المجال المحفوظ للمؤسسة الملكة بمفردها بل ينبغي أن تنفتح على كل الفعاليات وعلى كل أطياف الدبلوماسية الموازية بما فيها البرلمانيون بما فيها قادة الأحساب السياسية الجامعيون الاقتصاديون إلى آخر ذلك من المجالات وهذا التطور الذي ظهر واضحاً في رسالة بعث بها العاهل المغربي آنذاك ومنذ توليه الحكم إلى نادي الدبلوماسي بمناسبة الدكرى لو اليوم الوطني للدبلوماسية المغربية كانت تشكل انفتاحاً جديداً على المجتمع المدني والسياسي والاقتصادي ونحن بالفعل اليوم نعيش تطوراً مهماً في الدبلوماسية المغربية التي يمتع وتقتصر على كفاءاتي ودوري وزارتي الخارجية التي اعتبر العاهل المغربي بهذا خصوص بأن وسائلها التقليدية والعتيقة أصبحت متجاوزة العلماء العالم المرتبط بمنابر الإلكترونية كل هذا أصبح يتطلب جهوداً مشتركة من الجميع لدعم هذا الورش الكبير وهو الدبلوماسية الوطنية مع ترتيب الأولويات أعتقد أن الوحدة الترابية توجد في رأس اللائحة التنمية والتعاون الإقليمي التعاون جنوب جنوب عدة شعارات في هذا المجال سنغوص بكل تأكيد في ملفات هذا الموضوع ملفات الدبلوماسية المغربية ولكن قبل أن نخوض دكتور محمد نشطاوي في ملفات الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك هل هناك عناصر بداية هل هناك عناصر مرتبطة بمقاومات الرؤية الملكية لموقع المغرب للتأثير الذي ينبغي أن يمارسه المغرب ومداخل الدفاع عن قضاياه الأساسية مما يفثر النتائج التي يحصدها المغرب في هذا الباب أولا لا بد أن نهنئ صاحب الجلالة ونهنئ أنفسنا باليوبيل الفضي لتولي صاحب الجلالة لمقاليد الحكم في المغرب وكذلك هو نضال لـ 25 سنة من العطاء من الدبلوماسية الهادئة التي كما قال الدكتور تجديل حسيني قوامها اليد الممدودة للجميع قوامها الشراكة قوامها التعاون قوامها كذلك الانفتاح على اقتصاديات ومجتمعات أخرى أكيد أن صاحب الجلالة من خلال هذه استراتيجية ومن خلال العمل الدعوب الذي يقومه الدستور المغربي في المادة 42 التي تؤكد على الصلاحيات المؤسسة الملكية وكذلك المادة 48 التي تنص على اختصاصات ورئاسة الملك لمجلس الوزراء والمادة 49 التي تؤكد على أن من باب اختصاصات مجلس الوزراء هو الدبلوماسية والدبلوماسية والعمل الذي قام بصاحب الجلالة وفق رؤية منضبطة وهادئة لمجالات كثيرة جدا وكذلك لعوالم أخرى لم تقتصر فقط على التعامل مع الاتحاد الأوروبي بل كذلك جوانب تهم بالخصوص وكذلك بشكل أكيد الأفريقية والبلدان الأفريقية وهذا كان قوامه كذلك الانفتاح والتعاون والشراكة والعمل على مواجهة كل تحديات التي يعرفها المغرب ومعه البلدان الأفريقية في مجالات متعددة شكرا لكم مرسد محمد نشطاوي طبعا يتصل بذلك أيضا اعتبارات مرتبطة بموقع المغرب واستثماره عادة النظر أيضا في تأثير المملكة المغربية وسنعود أيضا إلى تفاصيل هذا الجانب دكتور محمد تجدير الحسيني فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية وهي قضية وركيزة أساسية للعمل الدبلوماسي حينما تقارن الوضع الدبلوماسي لهذا الملف بين 1999 و2024 ما العوامل التي ساعدت اليوم على أن تكون الأغلبية العظمى من دول العالم تثمن أو تؤيد مقترح الحكم الذاتي هناك اعتراف أمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية هناك أيضا كذو ثلاثين قنصرية في الأقاليم الجنوبية ما العوامل التي صنعت هذا النجاح بتأكيد شجاعة التي طبعت موقف العاهل المغربي بهذا الخصوص حيث عندما نلاحظ أن المغرب تقدم بمقترح قوي وشجاع وهو مقترح الحكم الذاتي والذي لم يأتي من فراغ بل أتى من خلال تشاور واسع مع العديد من الأصدقاء ومن الدول المعنية وذهب في إطار النموذج لممارسة الحكم الذاتي على المستوى الدولي ووفق مقتضيات القانون الدولي وبالتالي هذا الاقتراح يعني مباشرة عند طرحه أمام مجلس الأمن وفي المجتمع الدولي لاقى استحسانا ليس له نظير لدرجة أن مجلس الأمن ومنذ البداية وصفه بأنه مشروع يتميز بالمستاقية وبالجدية وبالواقعية والأكثر من هذا أن الأطراف الأخرى لم تتمكن من أن تتقدم بأي مشاريع مكملة أو بديلة مما جعله لمدة تفوق عقدا من الزمان وأكثر من ذلك وهو الورق الوحيدة الموجودة على طاولة النقاش أمام مجلس الأمن وفي المجتمع الدولي وبالتالي أعتبر أن هذا في حد ذاته تحول مهم كون المغرب استطاع أن يتجاوز تلك الوضعية المقلقة فيما يتعلق بالاتحاد الإفريقي الذي لم يكن عضون فيه عند تأسيسه بل كان من مؤسسي الأوائل لمنظمة الوحدة الإفريقية لاحظنا كيف أن الأمور صارت في اتجاه غير إيجابي عندما عمد الاتحاد الإفريقي مثلا إلى تنصيب الرئيس السابق للمزنبيق الذي هو عدو معروف للمغرب كناطق باسم المنطمة الإقليمية أمام الأمم المتحدة المغرب اتخذ العدة ليعود بقوة إلى الاتحاد الإفريقي وليوضح أن العدة ليست فقط من أجل المشاركة ولكن من أجل إصلاح العطب الذي تعاني منه المنطمة ولاحظنا كيف أن المغرب استطاع أن يأخذ مواقف جد متطورة سواء على مستوى مجلس السلم والأمن سواء على مستوى المبادرات المهمة والأصيلة مثلا فيما يتعلق بقضايا الهجرة في عدد كثير من القضايا المهمة التي يعاني منها الاتحاد الإفريقي ولأكثر من ذلك لاحظنا أن المغرب كان في فترة غيابه قد بنى علاقات جد متوازنة على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف مع العديد من البلد الإفريقية مما سهل عودته وسهل المستوى الرفيع للبرامج التي أصبح يؤطرها ويقدم اقتراحاته بخصوصها طيب شكرا لكم دكتور محمد تجدين الحسيني الدكتور محمد نشطاوي يشهد أيضا على هذا الانتقال في توازنات القوة في هذا الملف أن المغرب أصبح ينظر من نظارة الصحراء إلى شراكاته الدولية إلى صدق صداقاته الدولية كما ورد طبعا في خطب جلالة الملك ما الذي أتح للمغرب أن يجعل من قضية الصحراء المغربية اليوم معطى هيكل في تقييم شراكاته الدولية بالفعل فقضية الصحراء شكلت قطب الرحى في السياسة الخارجية للمغرب والمغرب انتقل من ديبلوماسية هادئة في التعامل مع الحلفاء ولا كذلك مع الخصوم لكن المغرب تقوى وانطلاقا من هذه الدبلوماسية الهادئة الهادئة أصبح يصغ ديبلوماسية هجومية تقوى من خلالي أنه ربط الأقوال بالأعمال ولا أدل على ذلك البرنامج التنمية للأقاليم الجنوبية هناك ميزانية مهمة للأقاليم الجنوبية تتجاوز 7 مليار دولار هناك كذلك الصوت الصحراوي الذي أصبح يسمع في المؤسسات النيابية في المغرب والمشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية في الاستحقاقات الانتخابية هناك كذلك التمتليات الدبلوماسية في الأقاليم الجنوبية والتي تجاوزت 30 تمتيلية دبلوماسية هناك كذلك عدد دول التي تبنت الخيار المغربي فيما يتعلق بما درت الحكم الداتي أزيد من مئة دولة المغرب كذلك تقوى بموقف مجلس الأمن الذي ينص منذ سنة 2007 على خيار الحكم الداتي باعتبار خيارا دام إصداقية وداجدية وأنه لا بد من حل هذا المشكل وفق أسس سياسية كل هذا يبين بالفعل بأن هذا ما أعطى لديبلوماسية المغربية ذلك الزخم وانتقلت وفق استراتيجية محكمة قوامها التمتليات الدبلوماسية التي تقوي الموقف مغربي قوامها الدور الذي أصبح يلعب المغرب في القارة الإفريقية قوامها كذلك حقيقة التنمية التي أصبحت تعيشها الساكنة في الأقاليم الجنوبية ومشاركتها في مسلسل التنموي والسياسي في المغرب طيب إذا طبعا وضعنا جانبا هذا الملف وهو وازن جدا في النهج الدبلوماسي هناك أيضا موضوع آخر يرتبط به وهو يتعلق طبعا بالشركات الدولية للمغرب النهج الدبلوماسي قام منذ البداية على محاولة التنويع والخروج من تلك الارتهانات في الشركات الأحادية أو الثنائية إلى مسار من التنويع وشاهدنا زيارات جلالة الملك محمد السادس وتحركاته في عدد شرقا وغربا في الولايات المتحدة الأمريكية في الصين في روسيا في الهند وغيرها ما الذي أثمرته حصيلة 25 سنة من العمل في باب تنويع الشركات؟ بالتأكيد أعتقد أنه جاءت فترة من الزمن ليشعر المغرب فعلا أن بعض الصداقات تتميز بغموض في الرؤية ونوع من ضبابية في اتخاذ المواقف وأقولها صراحة حتى بنسبة الولايات المتحدة في مرحلة الديموقراطيين وكانت هذه الصدمات المتوالية بهذه الطريقة تدفع المغرب في شخص عاهله أن يتخذ قرارا كذلك جريئا وواضحا أعتقد منذ 2015-2016 وهو أن لا يضع كل بيضه في سلة واحدة وأن يتوجه لتنويع الشراكات على المستوى الشمولي مستغلا كذلك واقع العلمة التي فرضت إكراهات وتحديات جديدة وبالتالي لاحظنا أن نوعية الزيارات التي قام بها العاهل المغربي لكل من الصين والهند والروسيا لم تكن زيارات فقط لتعارف ولتباحث في القضايا العادية بل كانت زيارات تهم إقامة اتفاقيات تقوم على الاستراتيجية المعمقة وهذه الاستراتيجية المعمقة مع هذه البلدان تخذت كل المناحي الحياة التي ترتبط بالتعاون الدولي والحلفاء التقليديون أصبحوا يشعرون فعلا بفضل هذا التطور الإيجابي بأن المغرب لم يعد تلك الدولة التي ترتبط بعلاقات تقليدية معهم بل أصبحوا يشعرون بالفعل بأنه في مركز قوة إقليمية لها نوع من القدرة على الريادة وتوجيه آلية اتخاذ قرار المغرب بكل صراحة لم يعد موضوعا للعلاقات الدولية أصبح طرفا أساسيا فيها ويمكن أن نلاحظ أكثر من هذا أن التطورات التي عرفتها القارة الإفريقية أعطته هذا المركز كوسيط بين أوروبا وإفريقيا كوسيط مع العالم العربي ليس فقط في المجال السياسي بل احتى في المجال الاقتصادي ومجال الاجتماعي وحتى المجال التقافي طيب هذا التفطن المبكر الذي يتحدث عنه أستاذ محمد تجدل حسيني لأهمية التنويع في الشرقات نحن اليوم في عالم مضخن بالجراحات وبالأزمات ما الهوامش التي أتاحتها سياسة التنويع هذه للدبلوماسية المغربية اليوم من أجل التحرك من أجل التموقع واتخاذ المواقف باستقلالية طبيعة الحال لأن تنويع الشرقات والدخول في علاقات متعددة الأطراف فقط مثال المغرب له اتفاقية تبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي لم يقتصر على ذلك هناك اتفاقية تبادل الحر مع الولايات المتحدة هناك اتفاقية تبادل الحر مع تركيا هناك اتفاقية أغادير لتبادل الحر مع مصر ومع الأردن ومع تونس هناك اتفاقية كثيرة جدا لتنويع الشرقات وهذا يجعل للمغرب هام علاقاته مع البلدان الأخرى وأكيد أنه يكسب من خلالها حلفاء ويرسل رسائل لمن يعتبرون أنفسهم أن المغرب لا زال في وضعية تباعية وأكيد أن هذا كما قلت يشكل نقطة مهمة في الدبلوماسيا المغربية تحاول من خلالها العمل على بناء علاقاتها وفق ولااءات وفق كذلك تحالفات وحتى النقطة التي أشر إلى صاحب جلالبي أن مواقف لا الحلفاء ولا الخصوم من الصحراء هي التي تشكل المنظار الذي ينظر من خلاله المغرب لهذه العلاقات وأنه لا مجال للمواقف الرمادية هناك تطور أكيد ونوعي في هذه الرؤية وأن العلاقات والشراكات يجب أن تأخذ أولا قبل كل شيء الرؤية المغربية لملف الصحراء وكذلك المغرب كاعتباره شريكا قويا وليس تابعا وليس خاضعا لإمناءات كما كان في الصالح تنويع الشراكات صحيح وهو اليوم أمر واقع ويتحرك فيه المغرب طبعا في التجاهات الأربعة للبوصلة لكن هذا لا ينفي أن أفريقيا تحتل مكانة الصدارة في رؤية التعاون جنوب جنوب للمملكة المغربية وطبعا نستذكر كل الجولات التي قام بها جلالة الملك محمد السادس في عدد من البلدان الإفريقية نتحدث طبعا عدد من المحطات حينما تتأمل هذا المسار في 25 سنة هل يشئ أنه كانت هناك هذه الرؤية للوصول اليوم إلى محاولة هيكلة الفضاء الأطلسي برمته وطبعا لعب دور الريادة في هذا الفضاء وإتاحة الولوج إلى الأطلسي للفضاء الساحي لكله فاعتقادي هي استراتيجية محكمة تأسست على قواعد ثابتة منذ البداية وهو أن تغيير طبيعة القرار السياسي لدى العديد من البلدان الإفريقية لا ينبغي أن تمر بالشعارات ينبغي أن تمر بالعمل جدي في الميدان ولهذا العاهل المغربي قام بزيارات متعددة ليس فقط نحو بلدان إفريقيا الغربية التي لها علاقة تقليدية مع المغرب وحتى المغرب ربما عضو ملاحظ ضمن مجموعتها ولكن كذلك شملت حتى بلدان إفريقيا الشرقية بلدان أنجلوفونية لبلدان الكبرى في قلب إفريقيا مثل نيجيريا مثل إتيوبيا خارج مراطق امتيازنا الدبلوماسي التقليدي تماما تماما هذا كان مهم جدا لأن النتيجة هي أن المغرب تمكن من توظيف أذرعته الاقتصادية الكبرى في هذا النشاط القوي المكتب الشريف الفصفات الخطوط الملكية المغربية الأبناء الكبرى أحد الأبناء أصبحت تحميله اسمه بنك إفريقيا مقاولات مغربية في الميدان الصناعي والتجاري وكل المجالات وبالتالي هذه العملية أدت إلى توافق بين الأطراف في نسج علاقات قوية على المستوى الاقتصادي تحمي العلاقات السياسية من أي تدهور في المستقبل هل تعلمون اليوم أن المغرب يتوفر على معامل كبرى في كل من أتيوبيا ونيجيريا وربما كينيا في مستقبل قريب فيما يتعلق بالسماد الصناعي الذي هو أساسي لإعطاء إفريقيا أن تكون فعلا شبكة أو حلقة غناء غداء للمجموعة إفريقيا والدولية بطبيعة الحال هذه التطورات المهمة والمذهلة ظهرت كذلك في قلب الاتحاد الإفريقي وظهرت أكثر من ذلك في هذا المشروع الجديد وهو مشروع الأطلسي الإفريقي إذا كان شمال الأطلسي قد ارتكز منذ البداية على القوة وعلى وسائل الاتفاع والعسكرة فجنوب الأطلسي الذي اقترح هو العاهل المغربي ارتكز على التنمية وبناء مستقبل أفضل لشعوب القارة الإفريقية وبالتالي اليوم عندما يلاحظ الجميع أن هناك منظمة دولية نشأت من عدم في إطار ثلاث لقاءات تمكنت من أن تضع مؤسساتها التي تتمثل في سكرتارية عامة تتمثل في لجنة للبيئة في لجنة أخرى فيما يتعلق باقتصاد الأزرق وهذا من بين التروات المهمة التي يزخر بها المحيط الأطلسي والشواطئ الأطلسية للقارة يتصور اليوم أن تكنولوجيا المستقبل على مستوى الطاقة لن تعود لا هي البترول ولا الفحم الذي كان في الماضي ستصبح هي ما يسمى بالهيدروجين الأخضر الذي سيفلح المغرب بقوة في تصنيعه من خلال شواطئه ويتعاون فيه والأكثر من هذا وهذه هي المفاجأة التي لم يكن ينتظرها أحد أن يقوم العاهل المغربي بإعطاء بلدان الساحل نوعا من القفزة الموضوعية نحو الشواطئ الأطلسية شاد مثلا بوركينافاسو مالي نيجر لتصل إلى شواطئ الأطلسي وتتعاون مع نظيراتها على مستوى الموانئ ميناء الدخل اليوم يشكل قفزة موضوعية رائعة في هذا المجال ميناء نواديبو وغيرها وبالتالي هناك الفتاح وارتباط أن تقريبا نصف القارة في مستقبل قريب سيصل إلى وضعية تتميز بالرخاء ربما سيدشنها أكثر من هذا وذاك ما يسمى بشريط الأطلسي العابر لنيجيريا نحو المغرب أوروبا بخصوص الغاز الطبيعي من نيجيريا ومن ذلك طبعا هذا المشروع الضخم الذي ربما تعقد عليه الكثير من الآمال أستاذ محمد نشطاوي كيف يدبر المغرب ملف هذا التعاون الإفريقي في سياق في الواقع تشهد فيه إفريقيا تنافس كبير جدا من فاعلين من خارج القارة الإفريقية لا يأتون فقط لسواد عيوننا نحن الأفارق كيف يدبر ويحصن هذا هذا التموقع الإفريقي بالفعل فالباحث في مسلسل العلاقات المغربية الإفريقية يتوقف عند مسألة مهمة جدا وأن المغرب انفتح على كل البلدان الإفريقية سواء الفرنكوفونية أو الأنجلوفونية سواء المعترفة بمغربية الصحراء أو التي تعاكس رؤيتنا لهذا الملف لكن الدبلوماسية المغربية في هذا الملف ومع البلدان الإفريقية اتبعت نهجا هادئا بقوة ناعمة قوامها خمسة أبعاد أولا البعد الديني والروحي ومؤسسة الإمارة المؤمنين لعبت وتلعب دورا مهما في هذا المجال من خلال التسويق لدين إسلام مستسامح معتدل البعد الثاني وهو المرتبط بالبعد التضامني والإنساني ورأينا كيف أن في جائحة كورونا كذلك المغرب لعب دورا مهما بالنسبة للأمن الصحي في القارة الإفريقية وكذلك مسلسل تسوية وضعية العمال الأفارقة في المغرب ومدهم بالإقامة القانونية إلى غير ذلك البعد التاليس هو البعد الاقتصادي وكذلك التجاري والتقافي هناك كما قال أستاذ تجديل حسيني هناك عديد الشركات والمؤسسات المغربية العاملة في القارة الإفريقية وهذا جعل من المغرب ثاني أكبر مستثمر إفريقي بعد جنوب إفريقيا في القارة الإفريقية ولم يقم المغرب بتهميش البلدان التي تعترف بالجمهورية الوامية بل كذلك دخل فيها معها في علاقات اقتصادية وعلاقات تجارية البعد الرابع هو المتعلق بمحاربة الإرهاب والاستقرار فالمغرب له يد بيضاء على البلدان الإفريقية فيما يتعلق بمحاربة الهجرة السرية في محاربة الجريمة العابرة للقارات في محاربة الإرهاب إلى غير ذلك ثم البعد الخامس وهو كذلك مهم والمرتبط بالأمن والسلم والمغرب كذلك يدخل في هذا المجال من خلال عمله الذي يقوم به في مجلس السن والأمن الإفريقي العمل الذي يقوم به كذلك في إطار مكتب الرباط لمحاربة الإرهاب في الدور الذي يقوم به المغرب فيما يتعلق بالمصالحة مثلا بين الأخوة الأشقاء في ليبيا في ما يقع في بلدان الساحل والصحراء وهنا مثال للمبادرة الأطلسية فيما يتعلق كذلك بعديد المناطق التي تعرف انتشارا لقوات المغربية في إطار قوات حفظ السن كل هذه يبين بالفعل بأن هناك عملا هادئا دوستراتيجية تكاملية هدفها الأساس وأن يكون للمغرب موقع قدم في القارة الإفريقية لكن دائما في إطار لبتماسية هادئة شكرا جزيلا لكم الدكتور محمد نشطاوي وستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القضاء عياد بمراكش على كل هذه التوضيحات نشكر ضيفنا أيضا الأساذ الدكتور محمد تجدين الحسيني وستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط على فضيحاته القيمة معنا في هذا الموضوع في الواقع الذي يستحق حي الزمان في الواقع أوسع من ذلك وسيتاح لنا من دون شك العودة إلى ملفاته المتشعبة في سياق تغطيتنا هذه شكرا جزيلا لكم مشاهدين الكرام على هذه المتابعة لعلى هذا البرنامج الخاص بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين ليعيد العرش شكرا لكم على كل هذه على المتابعة بإمكانكم دائما العودة إلى هذه الحلقة والاطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني ميديانتيفي دوت كوم شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة